أهلاً وسهلاً أخي بلال أهلاً وسهلاً تحية لك أهلاتي الأمسية ولكل المشاهدين الكرام السلام عليكم أهلاً طيب الناطق البداية ستكون ربما حول أهم نقطة خلال هذا الكلمة التي ألقاه الندوة الصحفية التي قام بها الناطق باسم الرئاسة حول تسريع في مناقشة الدستور وهو راجع لإلحاح الشعب الجزائري على التغيير الجدري خلينا نتحثب بأول نقطة ألا وهي الهوية والثوابت الوطنية التي اعتبرها ناطق باسم الرئاسة خط أحمر وأن كل ما تبقى من مسوادة مشروع تعديل الدستور هو قابل للنقاش فضل نعم إذن الشعب الجزائري كما هو معروف ونعرفه جميعاً وكل تقريباً مكونات الشعب الجزائري من طبقة سياسية من المجتمع المدني من طياف متعددة للمجتمع الجزائري كلها لديها مسلمات واحدة وهي خاصة ما يتعلق بالهوية ما يتعلق بعقد الجزائري ما يتعلق بلغتهم الكثير من هذه التفاصيل التي لم تطرح أصلاً لنقاش ولم تعد أصلاً لنقاش وليست قابلة أصلاً لهذا النقاش الذي أحياناً مرة على مرة يخرجها كذا بتصريحات أخرى حتى أن نتق رسم باسم الرئيس الجمهورية أسماها أو عبر عنها بالاستفزازية هي تستفز الشعب الجزائري لأن مكوناته واحدة دينه واحد المجتمع الجزائري من أهم خصائصه أنه مجتمع متجانس لأن دين واحد لا يتوجد لدينا الأقليات تلك التي الأقليات الدينية والأقليات الإثنية والأقليات العرقي التي توجد في بعض الدول الأخرى من بين أهم هذه النقاط التي يجتمع حولها الجزائريين وهو الدين ولذلك لا يستمح الجزائريون ولا يقبل الجزائريون أن يتدخل أي أن كان في هذه النقطة وفي هذه الهوية أو أن يضرب هويتهم خاصة ما تعلق بدينهم لأن هذه النقطة مسلمة والمسلمات أو البديهيات لا تتقابل للنقاش ولا تطرح أصلاً للنقاش وتستفز كل من تطرح عليه هذه النقطة ولذلك حتى الجمهورية في المسودة وبيان الخطاف الأول أنه عندما تطرح هذه المسودة للنقاش هناك مسلمات هناك قواعد هناك ضوابط عامة لا يمكن الدخول في نقاش فيها خاصة ما تعلق بالهوية ومنها الدين ومنها اللغة ومنها تاريخ هذه الأمة ومقدراتها لا يمكن أن نناقش فيها ولا تطرح أصلاً للنقاش لا مستقبلاً لا حالياً ولا مستقبلاً ولا غيرها وعبر عنها كما ذكرت أخي بلال وذكرها ناطق باسم الرئاسة أن الشعب الجزائري شعب المسلم اليوم وغداً وإلى يوم الدين بطبيعة الحال خاصة وأنه اليوم في عديد من الأطراف والأطياف تريد أن تضرب مصداقية هذا الدستور بعديد من النعود وبعديد من الانتقادات خاصة وأنه المعروف عليه ومثل ما تحدث عنه الناطق باسم الرئاسة أنه من لم يطالع الدستور ومن يلقي عليه نظرة لا يمكن أن يتحدث عن هذا الدستور خاصة وأن الدستور أيضاً هو في الأخير سيمر على استفتاء من الشعب فمن أراد أن يمرره مرحباً وإن لم يرد يعني الصندوق هو الفيصل بالضبط بالضبط نعم بالضبط أخي بالله المحسلة أو القاعدة الأولى التي بناها رئيس الجمهورية في هذا الإطار أنه يقول أن هذه المسودة هي أرضية للنقاش لا يمكن أن ننطلق في نقاش على مسودة من دون وجود أرضية للنقاش هي مجموعة من النقاط العامة هي مجموعة من المقترحات هي مجموعة من الاقتراحات التعديل في بعض النقاط اقتراح إضافة اقتراح تعديل اقتراح إلغاء وغيرها من هذه التفاصيل وهي كما قال الرئيس في بيانه وعندما ألقى هذه المسودة للنقاش العام لكل طيب المجتمع المدني من طبقة سياسية من مجتمع مدني من جمعيات من أحزاب من شخصيات عامة الكثير انخلط في هذه البادرة في هذه المسودة للنقاش حولها في كثير من التفاصيل مع ذاك ما ذكرنا المسلمات أو مع ذاك هوية المجتمع الجزائري قلت هذه كلها مطوحة للنقاش والحكم أولا لا نستطيع أن نحكم الآن على هذه المسودة إلا عندما نرى السودة الأخيرة أو الورقة الأخيرة أو النسخة النهائية من هذه المسودة التي تطرحوا للتصويت فيما بعد والشعب فيما بعد بما أن هناك هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات هي التي تشرف على هذه العملية قرارها السيد قرارها الفاصل الأخير أو نقطة الفاصلة الأخيرة هي عند الشعب أن يرفض هذه المسودة ليست هذه المسودة لأن هذه المسودة تعمل على بعض اللجان وأنا من اقتراحاتي وذكرتها كافية مرة أن توسع اللجنة التي تعيد الدستور هذه التي تجمع الاقتراحات وتصنفها وغيرها توسع إلى مجالات أخرى رأينا أن أغلب الذين موجودون في هذه اللجنة الآن اختصاص حقوق أو قانون دستوري خاصة ولكن لأن الدستور دائما نقولها دائما ليست وثيقة قانونية بحثة بل لها أبعاد اجتماعية لها أبعاد اقتصادية لها أبعاد دينية لها أبعاد ثقافية וغيرها كل هؤلاء يجب من يجتمعونها لتنقيح هذه المسودة في الأخير وجمع هذه الاقتراحات التي تأتي من كل الأطياف والجميع أن خرط فيها حتى على المستوى المركزي أو المستوى الولايات وغيرها الجميع أن خرط وعطى هذه المقترحات في الأخير الحكم النهائي لا يمكن على هذه المسودة ولكن على مخرجات هذه المستودة فيما بعد بعد مجمع وتنظيم وتصفيف هذه المقترحات جميل ننتقل إلى نقطة أخرى دكتور حول ما صرح أيضا به ناطق باسم الرئاسة حول اللوبيات التي هي وراء توطر العلاقات بين الجزائر وفرنسا اليوم ربما نفتح هذا القوس وبتحفظ أيضا خاصة أن فرنسا ذات الدهنية المستعمرة دائما تبقى دائما تكن العداء للبلدان التي استقلت لكن اليوم دعونا نتحث بصفة مباشرة حول رئيس ماكرون الذي قام باتصال مع رئيس الجمهورية بطلب منه بطبيعة الحال حتى يتسنى له الحديث حول العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية اليوم لو نتحدث عن هذه اللوبيات العديد من يطرح من هذه اللوبيات ومن تخدم هذه اللوبيات؟ نعم هذه اللوبيات ذكرها البيان بهذا المصطلح العام ولكن تقريبا الهدف واضح والمعلومة واضحة أن هناك اللوبيات لها ارتباطات وامتدادات تاريخية لم تقبل ولم تتقبل استقلال الجزائر لم تتقبل تلك الحرية والاستقلال الذي منح الجزائر والذي افتكه شعب الجزائري بعد ثورة شهيرة بعد ثورة دفع فيها شعب الجزائري الغالية والنفيس قلت هذا الاستقلال الكثير منهم لم يتقبل الكثير منهم من مست مصالحه في الجزائر الآن بعد هذا التغيير الكثير منهم من لم يريد هذا التغيير الكثير منهم من لا يريد الخير لهذا الوطن الكثير من هذه اللوبيات التي دائما تعمل على عدم استقرار هذا الوطن ولا تريدوا له الخير وغيرها خاصة ما ذكره في البيان وما ذكره الناطق باسم الرئاسة من لها امتدادات تاريخية خاصة من لهم امتدادات تاريخية ايديولوجية وغيرها لا يريدون الخير لهذا الوطن قلت العلاقات بين الدول دائما نعرفها في العلم السياسية لا تقوم على الشعبوية لا تقوم على هاته التصريحات وهاته اللوبيات وغيرها هي علاقات بين دولتين تحكمها المصالح أولا تحكمها السيادة كل دولة هذه سيادتها لا يمكن أن تدخل في سيادة الدول الأخرى ولكن هذه الشعبوية وهذه اللوبيات حاولت وستحاول ولكن في الأخير ولا عموما لن تصل إلى مبتغها لأن هناك قوانين عاملة هناك سيادة عليا للدولة الجزائرية أكل الزمان وشرب على تلك الممارسات البائدة والممارسات القديمة التي كانت تمارس وتلك الوصائل التي كانت تمارس على الجزائرين وعلى الدولة الجزائرية الآن أكل عليها الدار وشرب كما قلت وبتعدنا عليها كثيرا وهما اغتاض له هذه اللوبيات ولم تريد هذا التغيير لذلك دائما تعمل ورأينا في المرة الماضية ذلك التقرير الذي جاء في واحد القانوات الفرنسية الذي يريد أن يشويها الجزائر وغيرها والكثير والمحاولات مستمرة ولكن في العموم العلاقات الفرنسية الجزائرية الآن علاقات بين دولتين لهم كل السيادة في إطار الاحترام المتبادل وفي إطار ضمان المصالح المشتركة بين الدولتين هذا ما يحكم العلاقات الدولية أما ما دونها من تفاعلات غير رسمية إن صح التعبير فلا يمكن أن نأخذ عليها بناء لعلاقات دولية مستقرة بين الدولتين وبما يخذب كما قلت مصالح الدولتين في كانت احترام السيادة المتبادل طيب نقطة أخرى دائما في الجانب الديبلوباسي والتي صرح بها ناطق باسم الرئاسة بعد أسئلة صحفيين حول القنصل المغربي والذي أشار إلى أنه ضابط مخابرات وشغل هذا المنصب مرسب قنصل بوهران والجزائر بطبيعة الحال لا تنتهج سياسة النعامة حسب ما صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة وقال بصريح العبارة أن الجزائر لا تريد من ربما يكن لها العداء داخل بلادها وجاء بطلب من رئاسة الجمهورية ومن الدولة الجزائرية بربما إقصاء هذا القنصل من التعامل هنا في الجزائر ربما نريد الحديث عن هذا عن كل هذا كيف اليوم نرى مستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب خاصة بعد ردود الأفعال التي شاهدناها مؤخرا خاصة في هذه القضية نعم طبعا رئيس عبد المجيد تابون حدد مسار علاقات بين الجزائر والمغرب في كثير من تصريحاته في كثير من لقاءاته في خلال الحملة الانتخابية وحتى بعد الحملة الانتخابية أن ما يربطنا بالشعب المغربي وما يربطنا بالمغرب علاقات وطيدة جدا إن على مستوى التريح أو على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو على مستوى العلاقات الاجتماعية المجتمعية وغيرها لأنه غاصر أخوة كبيرة جدا ومتينة جدا مع الشعب المغربي تبقى تلك السياسات التي تعمل على اضطراب هذه العلاقات بين الدولتين تعمل على استفزاز بعض الأطراف في الدولة خاصة في الجزائر وهو ما استغرباً واستغرباً له الجميع هنا في الجزائر حتى من طرف الشعب الجزائري من طرف السلطات وغيرها الجميع أجمع أن هذا التصريح الذي أدلهه القنصر في وهران كان يغرد خارج السرب لا الوقت ولا الزمان ولا المكان ولا منطق الضيافة يتقبل أنه يأتيك أحد وهو يعمل لصالح دولة أخرى وله مسؤوليات وله أعراف دبلوماسيه كان يجب أن يعمل بها أن ينطق بأن هذه الدولة هي دولة عدوة وغيرها وذلك لا يقبل تماماً أنه في هذه الدولة وطبعاً الموقف الجزائري متوقع جداً وطبيعي جداً أنه لا تقبل وجود هذا الشخص في الجزائري لأنه اعتدى على عراف الدبلوماسيه اعتدى على البلد المضيف اعتدل إخوانه لأنه نحن كما قلنا وذكرها الرئيس كم من مرة نحن إخوان بيننا وبين المغرب أخوه كبير جداً ولا يقبل أن يمس هذه العلاقات بأي تصريح استفزازي للشعبين وأعتقد أن الكثير من الشعب المغربي استفزته هذا التصريح لأنه لا يمكنوا اعتبار الجزائر عدوة للمغرب بأي حال من أحوال إن على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو العسكري وغيرها لا يمكن أن نصل لهذه الحالة من العداوة بين شعبين الشقيقين لذلك كان تصريحه كما قلت خارج السرب وكان بعيداً كل البعد عن المنطق وعن التصريح وعن الشعر وعن العرف وغيرها لذلك اتخذ في هذا القرار وهو قرار صائب ومسلم ويجب أن يتخذ يكون عبرة لأي إشكاليات أخرى يمكن أن تقع في هذا الإطار جميل الحديث أيضاً متواصل دائماً في الجانب الدبلوماسي خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية اليوم الجزائر ترحي بالمبادرة التي أطلقتها مصر لحل الأزمة الليبية بطبيعة الحال والمطالبة بوقف إطلاق النار اليوم كل هذا ربما نتحدث عنه لكن دون نتيجة ربما إيجابية تجمع بين الفرقاء الليبيين اليوم هل الجزائر لها القدرة الكاملة على ربما تثبيت منطق وقف إطلاق النار داخل الليبيا ولم شمل الفرقاء الليبيين مثل ما قامت به في مالي؟ نعم الجزائر ويعرف الجميع العمق الاستراتيجي للأمن الجزائري موجود في دول الجوار سواء في ليبيا أو في مالي أو في تونس أو في المغرب أو غيرها من دول الجوار كل ما يمس أمن هذه المناطق وكل ما يمس أمن هذه الدول سيمس بطريقة مباشرة وغير مباشرة للأمن الجزائري لذلك على الجزائر أن تعمل وتدفع بكل جهدها بكل ثقالها في الملف الليبي لحل حالته للوضع السلمي كما تعبر عنه الجزائر دائما وتدعو له دائما الجزائر أنه لا حل في ليبيا إلا الحل السلمي وكل قطر الدم تسيل في ليبيا وكل اضطراب أمني مسلح يقع في ليبيا فهو ضرر لليبيين أولا وضرر لدول الجوار كلها هذا الانفتاع على السلاح هذا الانهيار الكبير جدا في الوضع الأمني وغيرها هذه الصراعات التي أخذت بعدا دوليا الآن لم تكن فقط الأطراف الليبية الآن في ليبيا هي من يقاتل ومن يكون على الأرض في السلاح بل تدخلت العديد من الأطراف الأجنبية وهو ما يقلق الجزائر حاليا ومستقبلا وله أبعاد عسكرية وأمنية خطيرة جدا على المستوى المستقبلي أو المستوى السراتيجي خاصة لذلك تعمل جزائر هذه وترحب دائما بأي مبادرة شاركت في برلين والآن المبادرة البصرية ترحب بها وكل من يسعى إلى حل حالة الوضع في ليبيا حلا ويعطي حلا سلميا خاصة الحلول السلمية ونرجع إلى طاولة المفاوضات وكما نعرف في الجزائر أنه كما ذكر في البيان وذكره مستشار رئيس الجمهوري أنه لها علاقات مع كل أطراف طبعا الجزائر تعترف رسميا واعتمادا على بيان الأمم المتحدة أنه تعترف بحكومة السراج حكومة الرسمية وشرائية في ليبيا ولكن لا تنفي علاقاتها مع الأطراف الأخرى في الصراع الليبي لأن أي حل هذه الصراعات أو أي حل هذه الإشكالية يجب أن تأمل على جمع كل الأطراف على مستوى الرسمي على مستوى من يمثل الدولة الليبية وعلى مستوى الأطراف الغير رسمية في ليبيا من يتواجدون على أرض الصراع هناك أيضا القبائل الليبية التي عاملت الجزائر أيضا على محاولة جمعها وتوحيدها وتكتلها كتلة واحدة من أجل خدمة ليبيا والحوار فيما بعد ليخرجوا بحل سلمي يرضي الجميع ويرجعون إلى طاولة المفاوضات ثم وضع السلاح لنصلها فيما بعد إلى إعادة الخارطة السياسية في ليبيا إعادة الانتخابات في ليبيا إعادة الوضع الطبيعي لكل دولة في العالم أن هناك مؤسسات رسمية تحكم ليبيا بمشاركة الليبيين طبعا وجودهم أيضا على مستوى المؤسسات الدولة الليبية قلت هنا أتطرق وأرجع إلى نقطة الدستور أخي بلال عندما تحدثت من بين المقترحات التي وضعت في الدستور أن الدولة الجزائرية أو الجيش الجزائري يغير نوعا ممنع عقيدته السابقة عدم الخروج إلى خارج الحدود الآن الوضع الأمني في المنطقة هنا وحتى على المستوى العالم النظريات الأمن أو نظريات الأمنية الحديثة خاصة لم تعتمد على الأمن الكلاسيكي المعروف سابقا وذلك الدفاعات الكلاسيكية الآن هناك الدفاع متقدم هناك الكثير من الآليات الدفاعية على المستوى الأمني من يفرض عليك الخروج خارج الحدود وما وجد في ليبيا كان يمكن أن الجزائر مثلا لو كانت دستور يسمح للجيش الجزائر أن يتدخل بأطر معينة التدخل يأخذ كثير من الأبعاد هناك أبعاد دوجستية هناك أبعاد تقنية هناك أبعاد استخباراتية وغيرها كثير من هذه التفصيلات التي يمكن أن تقوم بها الجزائر وليبيا وتدخل الجزائر في ليبيا أولى من كل الدول في العالم لأنه هي البعد الاستراتيجي البعد الأمني القريب جدا للجزائر كما قلت كل ما يمس ليبيا من وضع أمني خطير سيمس بدرجة أولى الجزائر يذلك الجزائر تعمل دائما على حل السلمي في ليبيا وتحاول حل حلة هذا الأمور إلى الحل السلمي وإلى استقرار أو سبب الأمن في ليبيا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد فرج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجمعة الوادي كنت معي على المباشر